فلاتونا عدنا لصباحنا عدنا لمتعتنا الصباحية وبعد ما كنا في المطبخ نرجع لنبقى في المطبخ ولكن للتدبير التدبير التجميلية اللي جيبهنا كل الصباح أكيد وسيلة أيضاً لوصفتي اليوم كذلك على بلغة رح تحبوها بزاف خاصة للسيدات اللي بعتونا على كما نقولون اللي تشبغون البقعة البنية اللي تكون في البشرة تعلوجه التعنا وهذا اللي بشتعرفوه يعني بزافي سخصي قولك نروحوا للطبيب ولا هادية لكن نستعملوا مراهيم لكن ما كاش نتيجة وكذلك ما يجب مقبل بشتعرفي بنتبه تحوسي على الحل يجب تعرفي هاد البقع منين جي كان يكاين بلوزوفاكتر أول سبب يعني يخلي جي تدهر هاد البقع البنية اللي يعيدوا لها الدسة ولا الكلف كل واحد وشي يسميها هو لما المرأة تكون بالحمل يعني في فترة الحمل ولا بعد الحمل يخرجونها خاصة السمرواتة نظر بزاف السمروات هم اللي معرضين لهاد البقع البنية أما المشي كما يعني البشرة البيضة ما عندهمش هاد المشكلة سيغاغ وينصيب لكن المرأة السمراء تعاني كتير من هاد البقع البنية يخرجوا لها هاد دايا كذلك هين ندوزيان فاكتر اللي هو التدخين يعني السيدات كذلك لدخلوا وردوا بالكم راح هاد التدخين يخلي يعني البشرة تدبل وفي نفس الوقت كذلك تدهر هاد البقع البنية كذلك حاجة واحدة أخرى اللي هي كما نقولوا أقراس منع الحمل كذلك أرضوا بالكم لازم تطبيبا تاعك يعني تطيلك الأقراس اللي تول مكنتية للممكن ما تول مكنش هاد راح تخرج هادك البقع البنية كذلك وكذلك درجة حرارة عالية يعني الشمس لما تقعدوا بزاف تحت درجة الحرارة في الشمس وفي الصيف ما دلوش ازيك خوتوطان ما تتعلوش بشرة تاعكم فبتالي كذلك تخلي البقع البنية تخرج هنا وش عندي عندي مكوين واحد فقط اللي هو الليمون الأسود يعني الليمون الأسود اللي هو الليمون المجفف نصيبوها عند العطار أسود تخضي حبة دريها في المكيما راني ديارتها هكدايا شوفي نكسروها بيدنا خطا تكون تقرمش ونحطوها تطلقها هكدايا بعدها وش ندري؟ الليم اليابس يعني؟ يابس فورا نطلع الطار أيوة مشروه علاش هدايا يعني حتى نسبة الحموضة تاعو يعني راهي ناقصة كي يجف ماشي كما يكون قارس نغمال ذاكي حرق شوية لكن هذا ماشي كيف كيف ما نلقي كيف هي نسبة كبيرة كبيرة على سيت سيتخيك هذه هي اذا وش ندروا هنا نغسلوا مليح الوجهة تاعنا نضفوهم مليح وكل عشية في المساء كل يوم سمعوا لي كل يوم نجيبوا حاجة نقياق قطن ولا اي حاجة عندكم في الدار يعني هكا ونجوزوا على بشرة الوجه تاعنا كليا هكا نطفو بها هاد البشرة تاعنا يعني يستعملوا هاد المحلول باش نطفو البشرة تاعنا ألوغ هادك 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 سيتخيك هفون لي في هاد القارس رايح تعمل تاكل كما نقولو هادوك البوقع البنية اللي يكونوا في الوجه تاعنا حتى الحبوب حتى الدهون كل حاجة يعني هروا رايح يصفطي البشرة تاعنا حالة حالة مع هاد سخانة زيت شوية ها 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 والا كي ما راكوا تشوفوا هادي هي اذا كي ما قلتلكم بعليكم غير تستعملوا الليموت اكي تقولوا لي كيفاش نحتفظو به الناعم تقدو تحتفظو به مدة طويلة هادا مكان تحطو هذا الداخل وتخلوه كل مرة تصفي ودري في وجهك هادي هي كي نقولوك وصفة رائعة جدا مجربة وراح تتنيم دوك البقع البونية ان شاء الله تكوني سفتة من اعودني لمطبخ تعرف ان شاء الله تكوني سفتة من اعودني لمطبخ تعرف